عمر سلامة مخرج مختلف زي ما قلت في المقدمة وعشان الاختلاف أنا مش هعمل مقدمة ورحب على طول بعمر سلامة أهلا بيك يا عمر مسي يا سيدا شافكي جدا يعني أنا بجد مبسوطة أن إحنا أنت تكون معنا في تساعة ونحنا ناخد وندي في مجموعة من الأفلام والأفكار أنا دايما بشوف أنه إحنا كمصريين محظوظين السينما تاريخ قديم شفنا عمالقة المخرجين أخدونا ودونا وقدموا مصر وتاريخها وحياتنا الاجتماعية وطلعوا إحنا دلوقتي بنعيش حقبة مختلفة تماما يعني لما شوف فيلم لعمر سلامة وأنا في الحقبة اللي أنا فيها في الألفنات وأشوف حاجة قديمة أوي هل سأدي إيه الزمن تغير طبعا أعتقد إحنا في حقبة زي ما حديك قلت مصيرة للاهتمام جدا لأنه إحنا بنشوف سوق جديد وتفاصيل تقنية جديدة ونوع قصص جديدة ولما ببص زي حضرتك كده وما بجأة ببص على الأفلام اللي بجأة بكتشف قد إيه كان فيها أفلام فعلا ما تتعملش النهاردة من كتر ما هي إما معقدة تقنية إما جريئة جدا إما فيها حرفة فنية إما فيها حاجة بسيطة قوي تبدو لنا بسيطة جدا صح بس تقنية حتى ككتاب مش قصدي بس ككاميرات واستخدام معدات بس قصدي حتى نوع الكتابة نفسه كان نوع زكي جدا يعني بس إحنا دلوقتي برضو أنا مش من خطاب مش بحب الخطاب الرومانسي بتاع إن زمان كان حلو دلوقتي وحش لا دلوقتي فيه برضو حاجات مهمة جدا بتحصل وعالميا إحنا بنشوف قد إيه السينما بتاعتنا بدأت تظهر عالميا بشكل كويس وسانيا شايف إن فيه مواهب دلوقتي فعلا قادرة إنها تعمل حياة كتير جدا وعلى المستوى التجاري الأفلام المصرية خصوصا في آخر سنتين بدأت تعمل أرقام كويسة جدا